ومعليش أنا عايز أتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر لأنه برضو موضوع مهم الناس اللي ببتيجي تتكلم عن فريق ميديامة الغاني بتستهتر لأنه فريق بحديث العهد بكرة القدم أنشئ فيه أو تأسس عام 2002 ما أعتقدش أنه كمان بدأ المنافسة اللي بعد عام 2010-2012 حاجة كده لأنه ده كلام مش حقيقي فريق ميديامة قدر يكون منافس للفرق العريقة في غانة زي هارتسوف أوك زي أشانتي كوتوكو تفوق عليهم لسنوات الأخيرة وظهر في البطولة الكونفيدرالية أكتر من مرة ودلوقتي موجود في دوري الأبطال وده بيؤكد أو إشارة لأن مستوى فريق ميديامة الغاني هو مستوى فريق جيد زي ما قلت لحضرتك مستوى فريق ميديامة على المعلومات اللي أنا عارفها أنه أحسن من المتوسط شوية حتى لو كان اسمه جديد على الساحة مش معنى أن اسمه جديد على الساحة الكرة القدم والبطولات الإفريقية أنه فريق وحش لا غانة بتقدم مواهب رائعة في كرة القدم وبالمناسبة معروف عن الغانة دولة غانة يعني وجود لعبين شباب جيدين لأنه الأغلبية بيحترفوا دايما في أوروبا في سنة صغيرة كمان التاريخ لو رجعنا له حنلاقي الأهلي الحمد لله كالعادة متفوق في تاريخ مواجهته أمام الأندية الغانية في كل البطولات الأفريقية وأخرها مع فريق أعتقد وقعنا في 2012 آخر فريق وقعنا فيه كان تشيلسي الغاني تشيلسي الغاني وكسبناه أعتقد أربعة واحد في مصر وتعادلنا معه واحد واحد في غانا وفي نهاية السنة طواجنا بهذه البطولة ولكن الأهلي بيحترم جميع منافسي ولا يخشى أحد مرة تانية مواجهة فريق ميدياما لن تكون سهلة الأهلي إن شاء الله يكون قادر على افتتاح دور المجموعات بفوز مطمئن إنه الأهلي لو دخل بفول تيم وفول تركيز على أعلى مستوى موضوع انتهى إن شاء الله هنكسب أي حد أي حد إن الأهلي لا ينظر أو يفكر في اسم المنافس ولكن بيفكر إنه هو يفوز على جميع المنافسين في طريقه عشان يصل للنهاية نهاية الخط المباراة النهاية والفوز باللقى هلنطلع نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الأندال غنية ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر